جموس العلوم لنا ساطعة وآفاق فكر لنا نافعة ومن برهد يسوغ الهدى يفيد دروسا من الجامعة يفيد دروسا من الجامعة يفيد دروسا من الجامعة ونجني من القوم الظالمين وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لسيدتي ومولات فاطمة أن الله يرضى لرضاك ويغضب لغضبك وقال الإمام الصادق عليه السلام هي الصديقة الكبرى وعلى معرفتها دارة القرون الأولى وقال الإمام الحسن العسكري عليه السلام كلنا حجج الله على الخلق وأمنا فاطمة حجة الله علينا المرأة اليوم تحولت إلى إشكالية وتحولت إلى أزمة هي لا تعرف ما هي مسؤوليتها والمجتمع أيضا لا يعرف كيف يتعامل معها المجتمع الذي نحن نعيش به في الشرق إنما هو مجتمع ذكوري والمجتمع الذكوري إنما يتعامل تعامل أناني والأنانية لن توصل الإنسان إلى بر الأمان المشكلة أن المرأة لا تعرف ماذا منحها الله من مزايا ومن مكانه ومن مواهب ونعم لذلك لما تتعامل مع هذه النعمة الكبيرة التي منى الله تبارك وتعالى على المرأة دون الرجل لا تعرف كيف تستفيد من هذه المواهب من هذه المزايا لذلك نرى أن إلى الآن وإلى هذه اللحظة وحتى في هذا العام يطالبون في يوم المرأة بحقوق المرأة ولا يعرفون ما هي حقوق المرأة وما هي الحقوق المغتصبة من هذه المرأة هل المرأة هي ظالمة لنفسها أم المجتمع هو الذي ظلمها إلى الآن نحن في حيرة شديدة في البداية نقول أن المرأة في البداية هي التي ظلمت نفسها كيف هي التي ظلمت نفسها هي إذا لا تعرف ماذا منحها الله تبارك وتعالى من قوة ومن طاقة ومن قدرة فمن الصعب أن تتعامل مع ذاتها قبل أن نتحدث عن السيدة الطاهرة فاطمة سلام الله عليها ونحن نقول الاقتداء بالزهراء الكل يقول قدوة الزهراء ولكن لا أعرف هذه المفردة وهذه الجملة أنا أتوقف عندها بماذا نقتدي بالزهراء أين الزهراء في حياتنا في أي جانب من حياتنا نحن نقتدي بالزهراء أنا أتمنى في مداخلاتكم يمكن شيئا ما توصلت إليه أنتوا وصلوا لي إلى هذه المعلومة في أي شيء نحن نقتدي بالزهراء بماذا؟ ولكن قبل أن نتحدث عن الزهراء دعنا نتحدث عن العامل السايكلوجي والفيسيولوجي لهذه المرأة المرأة الله سبحانه وتعالى أولا جعل التكليف الشرع لها في التاسعة وعند الذكر أعطاه الخامسة عشر يعني ست سنوات ست سنوات فرق بين الرجل والمرأة ما فكرنا يوم الأيام لماذا؟ هو المفروض الله تبارك وتعالى خلق الخلق وأوجده ويتعامل لا شك أن الله بلمساواة بين الجنسين ولكن لماذا المرأة في التاسعة والشاب في الخامسة عشر؟ أين الإشكالية؟ لا شك أن المرأة تتمتع بقوة وتتمتع بطاقات وبمؤهلات أكثر من الرجل وهذه المؤهلات جعل الله تبارك وتعالى يعطيها هذا التميز لذلك في العمل انظروا إلى الدوار الحكومية انظروا في الطاقات والقدرات الانتاجية المرأة انتاجها أكثر من الرجل نعم الرجل اليوم بسطوته بقوة جسده وبنبرة صوته العالية وبمزاجيته يحاول أن يسيطر على المرأة اليوم بالبيت الرجل شو يسيطر؟ بالهوسة يصيح يتعارك يشيل إيده يسيطر على الوضع ولكن بعقله أي أبن اليوم يسيطر على البيت بعقله بتفاهمه بقوة المنطق مو بمنطق القوة أي رجل يستعمل اليوم قوة المنطق سلاحا في داخل بيته الأخ أي أخ يتعامل مع أخته بمنطق العقلاء كله ينطلق بمنطق القوة والصوت العالي والتهديد أكو شيء آخر غير هذا؟ الرجل اليوم هل تمكنه بعقله وبعلمه وبكفاءته أن يسيطر على المرأة؟ تعالوا اليوم إلى العلم الحديث خلنا نطرح حقيقة علمية العلم الحديث يقول أن المرأة لها في دماغها هناك نقاط رمادية اللون لونها رصاصي هذه النقاط مسؤولة عن نبوغ المرأة وعن ذكاء المرأة وعن تفوقها في الذكاء على الرجل هذا العلم يقول هذا الكلام وفعلا نحن بالتجربة ثبتت لدينا أن المرأة التي تجد نفسها المرأة التي تعرف حقيقة وجودها لذلك العنوان فاطمة الزهراء قدوة للنساء و للرجال هسا للنساء عرفنا لماذا الرجال إذن هذه القدوة قدوة في ماذا إذن عندنا مشكلة شنو المشكلة أن الله متع المرأة بنعمة كبيرة هذه النعمة اسم النعمة هذه العاطفة المشاعر الأحاسيس المشكلة أننا لا نعرف وهي لا تعرف كيف تتعامل مع عاطفتها شنو النتيجة الصير النتيجة تصير بهذه الطريقة أن الله يعطيها عاطفة هذه العاطفة لتعطيها إلى أمها و من عاطفتها إلى أبيها لذلك سميت و لقبت و وصفت بأم أبيها من عاطفتها إلى أبيها من عاطفتها إلى أخيها من عاطفتها غدا لزوجها من عاطفتها إلى أبنائها إذن العاطفة عاطفة جمة الله سبحانه وتعالى معطي هذه القدرة وهذه الإمكانية وهذه المزيئة لمن؟ للمرأة ولكن المرأة لماذا تدخل في الحياة؟ أنتم تشوفوا أكثر النساء المزوجات عندهم مشاكل في الأعصاب عصبية صيح تصرخ متوترة في أعصابها عموما النساء في أعصابهم بعد الزواج سنتين ثلاثة أربعة تشوف الأم عصبية صايرة شن السبب؟ هذه المرأة هي الجبل من العاطفة جبل من المشاعر والأحاسيس أين هي المشكلة؟ المشكلة مثل طفل تطبيده شخاطة كبريت شي سو فيه؟ كيف يتعامل معه هذا الكبريت؟ شي سوي؟ شنو يتعاملوا إياه؟ هذا الكبريت هو في الواقع اللي شنو؟ في الواقع حتى تشغل النار في الطباخ وحتى تطبخ الطعام ولكن هذا الطفل يستعمل الاستعمال ليس في مورده يؤدي إلى إحراق البيت وإيجاد حالة كارثية المرأة التي أو لا مثال آخر قطي للطفل الآن 25 ألف يقول له أنه سأشتري مثلاً الطفل أخذ هذا المبلغ والداء يقول له أنه وين البقية؟ هذا بربع وين البقية؟ يقول له أنه ما أدري يمكن أن يطي إلى الرجل نفسه البائع أو أنه هو الطفل بالطريق ذا ما يعرف قيمة العملة هذه ما يعرف قيمتها المرأة لا تعرف قيمة هذه العملة وهي العاطفة وهذه النعمة لذلك المرأة تعيش في مجتمعاتنا أحنا مجتمعاتنا الذكورية المرأة تعيش في أزمة عاطفية بالبيت يعني كم من أبن يتعامل مع ابنته كي يتعامل الرسول مع فاطمة إذا دخل عليها رسول الله أنا أدري الرجال ما يعجبه هذا الكلام لذلك أتكلمه رسول الله يدخل على فاطمة ولما تدخل عليه فاطمة يقوم لها إجلالا اسمعوني جيدا يقوم لها إجلالا يكرمها يجلسها في محله يعني أكو أبو يطي مكان البنت يقوم من مكانه يقعد بنته في مكانه ويقبل ما بين عينيها ويديها حتى يديها يقبل أي أبن يقبل يد ابنته سؤال يمشي هالكلام ولا ما يمشي أتكلم بالعقل وأتكلم بالتركيبة الجسدية والنفسية للإنسان البنت اللي تشوف عد أبوها هذه المحبة وهذا الاحتضان وهذه المشاعر وهذه الأحاسيس يقدر واحد شاب الجامعة يجيها أو عن طريق الشات أو عن طريق الفيس أو مواقع التواصل يقدر يضحك عليها؟ يقدر يلعب عليها؟ ما يقدر ليش؟ لأن الأب مطيها عاطفة الأم مطيتها عاطفة الأخ نادر من الأخوان أكو أخي اليوم يفكر يودي أختها إلى المطعم اليوم أختير نطلع عنه ياشل المطعم إذن البنت لو كنت أنت الأخ لو كنت أخا وحبيبا وصديقا وأبا وأما لها هل تفكر أن تخطأ في يوم من الأيام؟ هل تشعر بجوع عاطفي؟ لا تشعر بجوع عاطفي أبدا ولكن لأنك أخطأت معها ولأن الأب والأم أخطأوا معها هذا لا يبرر عملها تشعر بجوع عاطفي كثير من البنات في البيت لا تشعر باهتمام أبدا الأب ما يهتب فيها تشعر أنها وحيدة وتشعر أن ليس هناك أحدا يفهمها لذلك تروح إلى مكان لا يوجد وعي لا يوجد إيمان لا يوجد ثقافة لذلك يؤدي الأمر إلى ماذا؟ يؤدي الأمر إلى أن هذه البنت تقام في الخطأ طبعا هذا لا يبرر له العمل يعني البنت التي عندها جوع عاطفي لا تستطيع أن تقول أنه والله أنا أعيش جوع عاطفي لذلك ما سأفعل بعد؟ ارتكبت هذا الخطأ لا تستطيع أن تبرر إلى نفسها أبدا أخطاء أهلي لا أكررها مع نفسي أخطاء أهلي لازم أعالجها أحاول أن أكون أنا الأفضل لذلك اليوم نحتاج في البداية أن نفهم المرأة أن نفهم أن المرأة كم تحتاج من العناية اليوم الولد نفس الإبنية في التعامل نفس الأخلاقيات ونفس الأخلاقيات اليوم قليل من الآباء والأمهات يشعرون أن هذا الكائن يحتاج إلى عناية أكثر لذلك الرسول الله يقول إذا أخذت هدية للبيت قدم البنت عن الولد ليش؟ حتى لين ينكسر خاطرها شوف العبارة حتى لين ينكسر خاطر البنت هذه هل قدر النبي والرسول يؤكد على احتواء البنت واحترام البنت وكيف يعطي لها هذه المساحة الكبيرة لذلك اليوم إحنا تشوف هذا التكبين الموجود بالجامعات العلاقات العاطفية اللي صايرة الضياع اللي وقعت فيه البنت لماذا؟ من عدم الوعي آباء أمهات ما عندهم وعي اليوم ما قدرنا نحافظ على هذه الشريحة لذلك الشاب هو ضايع بعض الشباب بعض الشباب ضايعين هو جاي شنو أصلا؟ جاي ليش شنو هو أصلا؟ جاي يدرس تشوف المعدل الدراسي عنده متدني حضوره مذلك الحضور متابعة لدراسته جدا ضعيفة إذن بماذا أنت؟ بماذا أنت؟ والإنسان اللي يدخل فيه علاقة عاطفية شون يهدف من عده؟ بس تسلية بس هذا التسلية مثل اللعب بالنار اللعب بالنار قد يؤدي إلى حريق كبير البنت بسذاجة توجد هذه العلاقة تصور أن هذا هو فارس وأحلامها تنظر إلى وسامة المرأة التي تختار شاب لأنه وسيم ستفشل في حياتها وتنصدم لأنه القشر هذا سيتقشر أثناء الحياة و سيبين هذا الوسيم قد يكون هذا الوسيم ما ينفع في حياتها أبدا هذا الوسيم أو أنها تبعت مشاعرها و عواطفها أيضا يجي يوم الأيام هذه العواطف تنتهي لذلك رسول الله يعطي وصفة رائعة اللي يتبع هذه الوصفة يعيش السعادة في بيته و كل من لا يعيش السعادة في أسرته و في بيته لأنه لم يتبع هذه السعادة أهم شيء اليوم عندنا أنه شلون إحنا نتمكن أن نبين حقيقة السعادة سعادة مفقودة اليوم أسألكم سؤال الزيجات اليوم اللي صير إش قد من عدة تضبط إش قد من عدة تؤدي لها سعادة ليش يوم عندنا خفاق في السعادة الزوجية أكثر البنات يتزوجا عندهم مشاكل كبيرة مشكلة طبيعي صير ولكن مشكلة تقول كرهت بعد ما أطيقها بعد ما تحمله حياتي جحيم لماذا تحول اليوم الزواج إلى مجازفة يمكن يمشي يمكن ما يمشي لماذا تحولت اليوم حياتنا إلى أزمات لأننا ابتعدنا عن فاطمة لأننا ابتعدنا عن رسول الله لأننا ابتعدنا عن أهل البيت على المواصفات الحقيقية هذا السبب بس إذا اليوم نتبع السيدة الزهراء في منهجها ورسول الله يقول من جاءكم ترضون الدينه وخلوقه ليس ابن عمه ابن عمك أولى بيش من يقول أولى؟ من وين طالع الكلام؟ هذا جيراننا أنا أعرف أهله أم صديقة 30 سنة أم أمها صديقة أو أم صديقة وهي شنو؟ هو شنو؟ هذا ما عدنا هذا الشيء لذلك تشوفون الزيجات عموما تفشل مرة راح أتأخذ في كربلا وقفنا هناك على أساس أخذوا كلم البنت وبعدين يصير قراءة النص العقد بينه وبين الشاب فرعت للبنت طلبت من عدها تطيني توكيل ماطة البنت الأب وقف فوق رأسي لأنه كحاجب بينه وبينها قام يصيح على البنت فشكل عجيب أنا استغربت قلت له عفوا أن تجابرها على الزواج قال مو كيف هي قلت له عفوا لو سمحت شنو مو كيف هذه حياتها مو من حقك تجبرها وإذا جبرتها على الزواج زواج باطل أولاد شبه يطلعون مو من حق الأب والأم يجبرون البنت على الزواج الأب مستشار الأم مستشارة هل يتمكنا أن يجبراها لا هذه حياتها أجي شاب عند الرسول الله قال يا رسول الله أنا اخترت بنتا وأبي اختار بنت ماذا أصنع أبوي ماردان يا غضبة قال اختر التي أنت اخترتها ما لك علاقة بالأب الأب لا يقدر اليوم يعين مكان ابنه ولا مكان بنته لذلك اليوم عندنا إخفاق نحن في الزواج عندنا مشاكل مشاكل كبيرة وعندنا إخفاقات كبيرة وهذا المجتمع الذكوري المتسلط هو سبب كبير لذلك لذلك أرجع وأقول من هي فاطمة وبماذا اتبعنا فاطمة الزهراء اليوم مجتمعنا مع الأسف اليوم الناس لجهلهم أنا قرأت يافطة في بغداد موجودة عندي في الموبايل صورتها كانت مين يدعونا لفصل الدين عن السياسة وفصل الدين عن التربية والتعليم خوي احنا فاصلين والناس طاقة شوف الناس عند يصير بيها طالب جامعي جاي يدرس يطلع مظاهر يطالب بإلغاء ازاي الجامعي ازاي الموحد انت جاي شنو هنا تتونس ولا رايح على عرس ولا جاي تسوي لي عرض أزياء ولا جاي تدرس بس أرد أفهم يعني مو هو هي أيضا احنا جاي شنو سوي هنا لذلك تشوف احنا مجتمعاتنا ما تخرج بروفسورية ومكتشفين مخترعين هذا وين الغلط غلط مينة ايبينة ليش الغربي يطلع مكتشف ومخترع ومبتكر والعقل يعني بس أسأل سؤال تركيبة المخ اللي عدنا يعني ذاك مئة مليار خلية في مخة خلايا عصبية وانا اقل من عنده يعني يعني ذاك مئة مليار انا مثلا اش قد خمسين مليار مليار ونص اش قد يعني ليش اليوم اقل ما قاعد يصير انتاجي خلاق مبدع لانهم من الغلط من الطفولة ابنك بالبيت اخوك بالبيت كسر لمزهرية يجي الاب يقوله بالدنيا كل صيحة وكل عياطي يورم الطفل بالضرب خليك سرها لا ذكرها من امي هات من امك ذكرها من ابوك واذا ذكرها من ابوك كسرها كسرت امها وابوها خليه تكسر شنو يعني والله ما اضرب لا ان شاء الله سوى خليه سوى طفل هذا عاد خليك سر تدري تضرب الطفل انت ضربه واحدة شي سوى بمستقبله لذلك في مدارسنا يضربون الاطفال احنا شي يطلع عندنا يطلع عندنا كل مخترعين وعقليات خلاقة في الغرب يعلمون الطفل كيف يكون كيف يكون مخترعا مكتشفا مبدعا خلاقا الانسان الى قيمة احنا في مجتمعاتنا الانسان ما لا قيمة حتى الكبير يضرب حتى البنت الكبيرة تضرب هذه جاهلية بعد هذا واقع بالغرب انت انسان الى قيمة الى شخصية الى كيان لذلك تشوف مجتمعاتهم تختلف عن مجتمعاتنا واذا ما نغير نفسنا وما نغير هذا الواقع لن نتقدم يقول احنا عدنا بالعراق حضارات حم رابية ما اضرب منه شيف سوى بالحضارات انت شنوه الآن عوف الحضارات الماضية لا تحشي بالحضارات ولا تحشي بحضارات العراق ذاك راح الان انت شنو انت قل لي ماذا شلون العقل هذا يكون خلاق الطفل اليوم انهم تضربه يقدر يحفظ مادة بعد يقدر يدرك يقدر ينضج مادة هو الاب اللي يقول لي يقول لي وديت المدرسة قلت للمعلم اشقد متر اكتلة اكتلة هذه حماقة حماقة هذه لذلك وين العقل وين المعرفة اللي عندنا اليوم نحن نحتاج الى عودة حقيقية والعودة الحقيقية والسعادة لن تكون عند لا ماركس ولا عند فرويد ولا عند لينين ولا عند ديكارت السعادة الحقيقية عند محمد صلى الله عليه وآله اللهم صلى على محمد وآله السعادة الحقيقية عند أمير المؤمنين عند فاطمة الزهراء عند أهل البيت إذا تعاملنا وجعلنا أهل البيت قدوة حقيقية في حياتنا شوفوا اليوم الإنسان لازم يكون واضح أنا يوم محرم أصر خوش إنسان شهر رمضان أبطل أغاني بعد شهر رمضان أسمع أغاني ما صار ما يصير لذلك تشوف أنت اليوم طلبتنا في جامعاتنا سامع عن حفلات التنكرية سامع بها أخي ادخل على الفيس وشوف شنو أقول هاليومين ثلاثة والله تخجل والله تخجل أنا ما أدري وزارة التعليم العالي وجامعاتنا شلون يسمحون بهذا الشيء والله مظهر موحظاري للعراق يعني أنت تقبل يصير الطالب الجامعي بعد 16 سنة من العلم والمعرفة والتعلم هذا الرجل الأكاديمي يتخرج بشكل مصاصي دماء وين صايرها هذه يا أخي علم هذا علم سوي تنكر على شكل أجيسون والله ما يخالف على شكل أبن سينا هم ما يخالف على شكل ما أذري أفلاطون هم ما يخالف بس أنت شاب بشواربك بشواربك تلبس بدلما البنات ويصفوا ويقول لك الشباب شبقا بينا أنا بس أسأل الشباب بس أردفتهم هذا شلون يفكر هذا جاي بالجامعة يلعب ويتونس ولا جاي يطلب علم ومعرفة هذا رح يصير بروفسور هذا رح يصير دكتور هذا رح يكمل دراسات عليا هذا رح يأخذ ماستر ودكتورة بس أردفهم ما قاعد أفهم المعادلة ليش احنا بالغرب ماكوه الشي هذا شنون نحن نقدر اليوم هذا كل هالأيام كل كلية أروح أسمع صوت الهلاهل كنت والله زين احنا نسمع بالعرس هلاهل وبالكلية بالتخرج ونحسن من هذا كل شاب شوها بطولة وبعرضة وتسويها لولا هذا هاي نتيجتنا لماذا لأننا لسنا صادقين مع الله ولسنا صادقين مع رسول الله وأهل البيت خلأ أعطيك مثال صديق لي يقول لي كنت في أمريكا أنتقل من ولاية إلى ولاية أردأ قول شي واحد احنا مضيعين الطريق وإذا ما وجدنا الطريق لن نصل إلى الهدف المنشود يقول أنا راكب الطائرة من ولاية إلى ولاية قعدت كرسي طائرة يقول قعدت وحدة عندي بنت متبرجة بمعنى التبرج من ثيابها الضيقة إلى شعرها إلى مكياجة إلى كل واقعها يقول لي هي حاولت تتكلم معي في البداية أنا عرضت عنها بعدين أصرت قالت لي أنت مو مسلم قلت لها من وين عرفتي قالت ظاهرك يدلوا على إسلامك قلت لها أين عم مسلم قالت أنا مسلمة قلت لها شنو مسلمة يعني خلي شنو خلي أعرف شنو يعني شو هذا الهندام ما يدل على الإسلام شي قلت لهاه من أنت تصليون قال لي شنو الصلاة قال لي كنت صلاة الصبح قال لي شنو صلاة الصبح صلاة الظهر العصور مغرب عشاء ما تصليين قال لي شنو الصلاة أول مرة سمع كلمة الصلاة قلت له زين شهر رمضان متصومين؟ قال له شنو الصوم غير طرقاعة هذي كل شي ما تعرف هذي يقول سألت عن عضايا أحكام دينها الأخرى ما عرف الشي قلت له انت بشنو مسلمة؟ تدقونوا يقول يعني مسلمة بشنو مسلمة؟ قالت أنا باسمي مسلمة قلت لها ما اسمكي؟ قالت اسمي فاطمة الزهراء قالت أنا فرنسية من أصل الجزائري هم الجزائرين دعوني هذه التسميات اسمي فاطمة الزهراء قلت لها هل تحبين فاطمة؟ قالت من هي فاطمة؟ كيف أحب من لا أعرفه؟ كيف نتبع اليوم وأقول قدوة فاطمة وأنا لا أعرف فاطمة؟ قالت كيف أحبها وأنا لا أعرفها؟ هذا السؤال لنا فاطمة الزهراء قدوتنا في ماذا؟ سؤال في عبادتها؟ كانت تتورم قدماها من العبادة نحن صلاتنا أما صلاة الصباح قضاء إما قضاء وما نصليها في وقت متأخر حجابنا كحجاب فاطمة بالله عليكم حجابنا وفاطمة علمنا كعلم فاطمة أيها الناس اعلموا أني فاطمة وأبي محمد أقول بدءا وعودا ولا أقول ما أقول غلطا شوف العبارة لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عندتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم شوف الأدب شوف البلاغة شوف العطاء أين اليوم المرأة من البلاغة؟ سؤال شريحة كبيرة مقضيها بالحبيات وبالعلاقات وبالغراميات ومقضيها بالقعدات على مواقع التواصل وعمرنا يروح راح عمرنا باشر عقبة كبرت واتزوجت وتخرجت وانتهى كل شيء يوم ما دير بالش على زوجيك كل العلم طار خلص راح كل العلم يروح اليوم تصور البنية بعد التخرج أي واحدة من عدهم الرجل ينصفها يعطي لها شأنها العلمي أن هذه متخرجة التعامل معها متخرجة من جامعة لا يوجد هذا الشيء أبداً الأمي أما ضد والأب ضد والمجتمع كل ضد تبقى وحيدة تبقى وحيدة ينتهي كل شيء فاطمة الزهراء في علمها في بلاغتها اقرأوا ودخلوا على جوجل عشر دقائق اقرأوا خطبة الزهراء شوفوا المفردات الأدبية شوفوا البلاغة شوفوا الخطاب بنت عمرها ثمانطعش سنة ثمانطعش سنة عمرهم ماذا تسمي؟ هذا ليس قدرة هذا ليس شجاعة هذا ليس خطابة هذا ليس فن الإلقاء وين اليوم؟ هسا أردد أدور على شغلة هسا خلنوصل على النساء بعد أن رحبت الجال اليوم المرة تقتدي بفاطمة بماذا؟ ماكوش أبدين مافي احنا اليوم لقد كان لكم في رسول الله أصوتنا حسنة وين الأصوت؟ من يقتدي برسول الله؟ بالله عليك من يقتدي بأمير المؤمنين؟ القدوة اليوم صارت أزمة أزمة صارت في واقعنا اليوم نحن نتعامل مع الأشكال يقول لك يوم القلبك ويوم الربك يقول لك الأعمال بالنيات يعني بقلبك أهم شيء أما صلت أمت ما صليت ما التزمت أمت ما التزمت شبابنا اليوم ون رايحين وين نتوجهين اليوم شبابنا؟ ما كثير من الشباب يتعاملون معه؟ مع الله يتعاملون بالمواسم وين؟ معقول اليوم شاب يصير ملحد ليش صار ملحد أنت؟ أنا أسأل لأسؤال تعال لا يخالف ليس مشكلة أعطيني دليلك شو ندلي عليه لحادك؟ إنسان ينادي بالعلمانية تعال ما يخالف تعال قدوا إيايه أنت فاهم الدين شين هو؟ فاهم أهل البيت شين هو؟ الدين هو أنا؟ الدين فاطمة، الدين محمد، الدين علي، الدين الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه، الدين أهل البيت إذا أخطأ رجل ينتمي إلى الدين باسم الدين باقون الحرامية إذا أخطأ إنسان يتظاهر بالدين مهني أهل الدين، إذا أخطأ بي أنا لا أخطأ الدين اليوم أنا أطمت إلى كربلا ركب التكسي وواحد أسائلي بالتعامل هو أبو التكسي، ركب التكسي ثاني أسائلي أقول التكسي كربلا كلهم مزينين هذا مجتمعنا صار هجي أتعمل وي واحد اثنين وهذا يدل على عدم الوعي نحن نحتاج إلى وعي نحتاج إلى ثقافة نحتاج إلى نهضة حقيقية نحتاج أيها الشباب هذا الأمر لبيتكم أنا ترى ما عندي إحباط أبدا شوف هذه الأزمة الموجودة الآن بالعكس أنا الآن مستبشر وعندي رؤية تفاؤلية جدا للمستقبل بس تقول وإن التفاؤل وإن الواقع أوهنا شن سوينا أنا اللي أحكي وأدردم شين سويت تعال أنا أقول للشاب تطلع مظاهرة يطلع مظاهرة ما يخالف حقك هذا بس صحيح الشي الحذائك ومع المتظاهرين وتقول أكبر مسؤول جامعة تحت حذائي هذا منطق هذا شاب تفهم أنت أنت متربي أبوك معلمك تتكلم أبوك معلمك أو ثقافتك أو وعيك الجامعي معلمك أتعبر عن رأيك الحضاري بهذه الطريقة هذا شنو تسمون هذي الشباب اللي عندنا شنسموهم هل من الصحيح أعطل مسيرة التعليمية من أجل مظاهرة يا أخي الظاهر بس ليش تعطل العلم الظاهر تعال بالسبعة صبح وراء الدوام الظاهر وقت الدوام وقت علم معرفة يومي مهوسين أنت مهوس أنت الغلاط أنت لازم تنتفض على نفسك على أخطائك على سلوكياتك هو تقوله تكمش تقوله شو تريد يقول هذا وضع شنو وضع هذا أنا ما احترام إلى الشباب في جامعة المثنى بس الأمور لا تؤخذ بهذه الطريقة عندك إشكالية على الوزير ما تستقبل بهذه الطريقة عندك إشكالية ما يخالف عبر عن إشكاليتك بمنطق حضاري هذا أسلوب العالمي تأخذوا بهذه الطريقة هالتعامل هذا ونفتخر كلتنا عيجوا وطردوا ورجع وهذا أسلوب عبر عن رأيك أنا ما دافع عنه ولا دافع عن أي مسؤول وأنا أقول الخطأ موجود كل مكان ولكن لنفهم كيف نعبر عن آرائنا حضاريا أنت طالب جامعي أنت قدوتي أنت أمل المستقبل أنتم قادة المستقبل إذا قادة المستقبل هكذا يتعاملون هذا يدل على أنه وعي ما عدنا إحنا نحتاج اليوم إلى توعية لشبابنا ترى التعامل مع الآلة لا يكفي الدخول في المختبر لا يكفي اليوم الطالب الدخل في المختبر وتعامل أكاديميا وعلميا لا يكفي علمه كيف يتعامل مع الآخر علمهم أنت إنسان تتعامل مع الإنسان فيس توفيس كيف يتعامل مع عدوي كيف يتعامل مع الآخرين فقه التعامل مع الناس ما عدنا ما عرف أشناء تتعامل والآخر شيف يتعامل ذاك سوى القنبلة الذرية علم وعالم كان منه سوى القنبلة الذرية هذا السلاح الفتاك منه يسوي كل علماء العلم من دون أخلاقنا ومن دون دين لا قيمتنا قيمة الإنسان بأخلاقه بسلوكياته فإذن مشكلتنا وين مشكلتنا بالوعي مشكلتنا بالقدوة أننا ندعي الانتماء إلى رسول الله وأهل البيت ولكن عمليا لا يوجد شيء هكذا كان يتعامل الأمير المؤمن نحن عدونا من عرف أتعامل وياه شوف القرآن شي يقول القرآن يقول ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا منه الأسير الأسير المقاتل الحربي يعني عدوهم اللي قاتلهم يعطون طعامه للعدو هذا وين صاير وين صاير هذا إحنا نتعامل أنا صديقي ما أعرف أتعامل وياه إذن نحن نحتاج إلى رسم آليات جديدة مهارات حديثة للتعامل مع الآخر للتعامل مع الآخرين أن نبرمج واقعنا من جديد أنا ما عندي نظرة إحباطية بس أقول إلى متى نلوم الآخرين إلى متى نبرل للآخرين تعالي اليوم كون واقعي انظر إلى المشكلة يقولون واحد ملك يوم الأيام رادي يختبر شعبه يشوف هذا الشعب شنو شنو واقعة شنو وعية إجا الملك جاب صخرة كبيرة وخلاها بنصر الطريق رادي يشوف الناس وراح مكان بعيد ينظر وخلى ظرف تحت الصخرة يريد يشوف الناس كيف يتعاملون مع الصخرة الصخرة هي المشكلة في حياتنا هذه الصخور في حياتنا ما تعالوا معها وقف شاف أول مرة يأتيوا مجموعهم للشباب انصروا خالوا هذه الصخرة وليش flat ول ماذا عطانها هذه الصخرة شلون وضع هذا شلون واحد يجري من الشباب آخرين هذا شهن وضع هذا شهن حكومة شهن ملك هذا هذي وضعية عندنا احنا صغرة عاي فيها نص الشارع راح اجوا مجموع آخرين ايضا نفس الشي يدردم ويحشي و اجل لكم الله يلغي زايد و يروح بعدين يجى فلاح فلاح اجى هذا الانسان الناضج شبابنا يحتاجوا النذوج بس ما ريد تجيهم النضج بالكفخات انت بعقلك تنضج عقلك بدون ما تجي كفخات اكو بعض الاباء ربون ابنائهم بالكفخة يمشوه لا بالتعقل بالتوجيه بالترشيد انت الله مطيق قوة و قدرة هائلة عندك عقل شغل العقل شغل المكينة هذه ازرارك اللي تدل على المهارات اللي عندك اليوم علماء التنمية البشرية لما اليوم يتكلمون في ايجاد واقع جديد يعتمد على ماذا علماء التنمية يعتمدون عليك انت يعتمدون على عقلك على مهاراتك يقول هذه المهارات كلها موجودة بس يحتاج شيء واحد انني استفيد من مهاراتي تستفيد ولا لا هذا المهم هل استفيد من مهاراتي هذه المواهب اللي الله اعطاني اياها اجي هذا الفلاح ما يجي بالعلم اجي اخذ لفرة باوع شاب اثنين ثلاثة قاعد يمشون صاح لهم تعالوا جيبوا خشبة جابوا خشبة خلوه جو الصخرة بدأوا شوية 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 يحركون الصخرة حركوا الصخرة من مكانه وفتح الطريق لما حرك الصخرة شف ان هناك ظرف هو هدية من الملك قالوا له تعال احنا شنو دو انت وين انت الفلاح هذا احنا المشاكل في حياتنا نمشي ونلقى اللوم عن الاخرين ونبرر لانفسنا افضل مبرر لنفسي دائما ادافع عن نفسي عن سلوكياتي واخطع الاخرين والحلوين حل ما موجود فاذن اليوم الانسان بإمكانه الله سبحانه وتعالى مطيق طاقة هذه الطاقة موجودة تعال احنا ذكرنا الآية آسيا تدرونها آسيا من هي آسيا امرأة عادية فانت مرة تقول لها رسول الله يقول عمي عاني وين ورسول الله تقول لها علي ابن ابي طالب عاني وين وعلي ابن ابي طالب امير المؤمنين يقول ألا وأن لكل مأموم اماما يقتدي به ويستضيء بنور علمه ألا وأن امامكم قد اكتفى من دنياه بطمريه ومن طعمه بقرصيه ألا وأنكم لا تقدرون على ذلك ولكن اعينوني يعني انت ما تقدر تكون كعلي ابن ابي طالب الامام يقوله اعينوني بورع واجتهاد وعفة وسداد فاذا انت ما تقدر تكون ولكن حاول حاول ان تقترب المساحة الشيخ المفيد ابن قال لي انا اريد اصر مثلك عالم كبير قال لا تقول هيت شيء لما رح توصل الي قال ليش قال لي انه انا لم يكنت بعمرك قلت اريد اصر مثل الامام علي فصرت الشيخ المفيد فانت لازم تاخذ قدوة اكثر واقوى وتسير في ذلك الطريق حتى تقدر تنمو حتى تقدر توصل احنا اليوم لازم نحاول نحاول القرآن يقول يقول ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيره هس انا اترك بلدي واخاجر هذا حلت الامور لا اقعد اربعة وعشرين ساعة اسوى مشاكل حلت الامور ما انا حلت اجياء الآن اسوى بس مظاهرات سلمية عقلائية ما يخالف ولكن اذا مظاهرات شباب يجمون على مراكز الدولة ويحرقوها قلنا هذه حماقة حماقة هذه انت دعا تدمر بلدك انت ما تبني بلدك بهذه الطريقة لذلك نحتاج الى وعي شباب نحتاج الى ثقافة اتعب على نفسك مو بس تقرأ الآن في العلوم السياحية تقرأ روح اقرأ كتب اخرى باليوم ربع ساعة لا تروح الى المقاهي مو مكانك القهوة انت مو مكانك تكمش النرقيلة وتشرب مو مكانك تروح الضياء وقتك كمين وشمال اتعب على نفسك الآن في مرحلة عمرية يقول الامام امير المؤمنين الفرصة سريعة الفوت بطيئة العود استغلوا حياتكم لحظاتكم حرامات طالع بره يقول وين طالع اقتل وقتي الله الله هذا مثل واحد يضرب نفسه خنجر طالع اقتل وقتي طالع اضيق وقتي طالع اقض الوقت ليش ما تروح تتعب على نفسك انا عندي صديق يقول انا لما اضوج اروح اطالع اذا ما اطالع اضوج شايفي شلون الونسة مالتا وين بالمطالعة احنا عدنا اكره شي عدنا الكتاب وبعدين شنصير لذلك لازم انتوا طلبة تستفيدون من اوقاتكم ولازم تعرف ان كل لحظة في حياتك حرامات هاللحظات تروح من عدنا حرامات عمرنا يروح حراماتنا لحظاتنا هذه تنتهي وبعدين يشوف ياريت وياريت انتهى ها ياريت ما يشتروها بعد شيء ابدا كل شيء انتهي آسية لم تكن من اهل البيت وكان عدها مواصفات ولا بنت تحلم بهذه المواصفات ما تحلم بيها زوجة فرعون يعني ذهب الذهب خلق لها الذهب كله لها بعدين هذه زوجة الملك يعني ملكة مو بس ملكة هو يقول الآن يا الله يعني هذه حسب تعبيرهم زوجة زوجة الاله هذا شيء بسيط شنو اكو مؤهلات موجودة عد آسية ولكن قالت الله الله اضع وضها وضرب الله مثلا للذين آمنوا شنو فاطمة الزهراء قدوة لمن للنساء والرجال لذلك آسية التي هي وصيفة وتلميذة في مدرسة فاطمة سلام الله عليها صارت قدوة للرجال والنساء وضرب الله للذين ما قال للمؤمنة قال للذين آمنوا يشمل للرجال والنساء وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون شوفوا العبارة اذ قالت رب ابني لي عندك بيتا في الجنة ما تقول ابني لي بيت في الجنة شو تقول عندك اريد يمك شوف العبارة معنى الله ليس بجسم ابني لي عندك هذه التفاتة مهمة كم بلغت من الإيمان ما عدها مشاعر هذه سؤال ما عدها عواطف ما عدها حب ما عدها ما عدها حاسيس عدها ولكن عرفت كيف تتحكم بمشاعرها لذلك الله تبارك وتعالى عوضها أيضا فهي زوجة رسول الله في الجنة هي وخديجة ومريم ابنة عمران ثلاث زوجات لرسول الله في الجنة واحدة من عندها آسية الله عوضها اليوم المرأة الله مطيها نعمة لا تشتت هذه النعمة ليش هذا قلاس الماي اذا شربت من عنده شوية بعدين شربت من عنده شربت شربت انتهي العاطفة والمشاعر عند المرأة اكثر من الرجل ولكن الها استخدام اذا استخدمتها اعطتها لشاب شوية لهذا الشاب شابت الناس مكبلة قالت انا ما تحشر مع الناس عيد وراحت وراها العالم راح شي صير اضيع جزء من مشاعره هنا بعدين جزء اخر مكان اخر ثالث ورابع باشر لهم اللي تزوج المسكين ماكو مشاعر ماكو عواطف والحياة تفشل الحياة الزوجية من دون حب حياة فاشلة اسألوا متزوجين الزوج والزوجة اذا ما يصروا مثل طيور الحب حياة فاشلة اذا ماكو رومانسية بينهما حياة فاشلة لماذا لانها ضيعت عاطفتها في الماضي الان وين تلقى هذه العاطفة ما تلقاها بعد راح لذلك انا ما اتكلم جانب شرعي هو الحب حرام انتهينا من عنده من نتكلم بهذا الجه اتكلم بشريا انت كانسان وانت كانسان هذه المشاعر الانسان اذا استفاد منها هذا مو نبع هذا مو بير ماي يطلع مشاعر وحب ينتهي يبقى الانسان دوره اذا نحن اليوم بحاجة الى مراجعة حقيقية كن جريئا ايها الشاب كن قويا لا تقول انا ضعيف لا تقول انا ما اقدر لا تقول ما اقدر اسيطر على مشاعري وعاء احاسيسي انت قوي الله معطيك عملاق في داخلك اسم الارادة انت قوي بارادتك انت قوي وحاول وان فشلت مرة ومرة ومرة هذه المشاعر اشقدت سيطر على حياتنا بس الله مطيني قوة قاهرة اقدر سيطر على مشاعري وعلى قدراتي وعلى طاقاتي اقدر نعم اقدر لان الله يقول حتى يغير يعني مطيق القوة مطيق الطاقة مطيق الامكانية المؤهلات موجودة عندي بس لازم استفيد من عدها حتى حتى ابدي ببناء هذا الواقع الجديد اذا ابدأ وكن جريئا كن قويا ما اقول لك انت قد نفسك قدام الاخرين ولا تذكر اخطائك امام الاخرين روح للبيت وقعد وحدك انعزل الموبايلك سكر امتعد عن التلفزيون انعزل راجع نفسك وين اخطائك في حياتك ابدأ بمعالجتها اكو رقم فيه تليفوني هذا الرقم يسوي لي مشكلة امسح ديلي تسوي له مو هذا بعدين راح يجزلي مسيج اكسر الشريحة اخذ اجيب فايز جديد حتى لا ارجع على كل الطرق في التواصل الان يا بانا اعتذر ما اقدر تواصل وياتش وانا اشوف هذا مو صحيح او هي تقول انا اعتذر ماكو بدون اعتذار هذا خطأ هو ثاني يبقى على علاقة هذا خطأ قصة اكسر غير حياتك اخطع كل عوامل التواصل ابدأ وجود جديد انت قوي عندك هذه القدرة لا تقول ليها ما اقدر حاولت ما صار لا اشغير اذا تريد انت فشي خليها براسك شوف شلون تتابعة شلون تنجز شلون توجد لابد ان توجد لنفسك واقعا جديدا عندك صديق سيء لا تقول هذه اهتم بي او اطلع وياه انا ما اتأثر لا الانسان لا يخرج من حالتين اما مؤثر او متأثر انت ما قدر تتأثر عليه هو رح يأثر عليك شيله من حياتك عندك صديقة مكبلة انصحيها مرة مرتين ثلاثة اشيليها بعد يعني ليش اشيليها لانه الصداقة تأثر الصداقة تأثر انا بالنتيجة انا عندي مشاعر اتأثر اشوف هذه اشوف ذيكة اتأثر بذلك لذلك الصديق السيء قصوا من حياتكم انت انت كبنت وانت كشاب الصديقة السيئة مدمرة كل بناء اللي ابنيه كل تهدمة ترى ديروا بالكم قلوا ليش معقدة الحمد لله اليوم الانسان المؤمن يسموه معقد لان يريدون واحد يدق ويرقص وانسان منحل يريدون انسان تابع لشهواته يمشي وراء غرائزه يمشي وراء شهواته ولكن اذا واحد تبس عباية هذه معقدة هذه ملاية هذه عجوزة هو عجوز هو معقد تدرون ان يسمع الاغاني لازم اراجع مريض مريض نفسي ان هو لازم اراجع الدكتور نفسي سأقول لك ليش قال لان واحد ليش نستعمل البندول البندول ليش نستعمله احنا مهدئ مسكن ألم يقول بالليل اذا ما اسمع اغنية ما قدر انام يعني شنو يعني مريض وللانسان السوي ما لا علاقة بالدين ترى هذا ما دا اقول حرام دا اتكلم كإنسان الانسان كإنسان الانسان كإنسان هذا اذا يقول بالليل ما اقدر انام الا بغناء يعني هذا مريض لازم اراجع طبيب نفسي لازم اراجع اليوم احنا مجتمعنا هذا وحده لا بسعبها يقول هذا انسان متخلفة هذا انسان معقدة هذا انسان رجعية ليش ليش احنا اليوم مجتمعنا وصل للتخلف ان الانسان الذي يحافظ على نفسه على احتشامه يحافظ على شخصيته يدعى معقدا وهذا اللي يسمع اغنية انجليزية يقول لك هذا عجيب شونو والله هذا عجيب هذا عصري شنو عصري بس فهمني يا اخي فهمني خلفتهم خلفتهم شون العصرية والحضارة علمني اياها شلون يعني لازم اصوي القصة ما تيحتي لوفة وسوي لوفة مننا وشك شك شعري صرت عصري يعني هذا دكتور كاظم الجابري صديقنا عميد كلية تربية من رشد بغداد يقول لي يقول شاح عبد الرضا يوم الايام انا بالكلية شفت شاب مسوي ساكو قصة حلوة انا اقول لشاب سوي قصة وخلي جل واكشخ واطلع مظهر لايق ما يخالف بس لسه وفشي بعد واحد تلعب نفسه يقول شعر مسوي مننا ومننا وكذا معدل عجيب وغريب ولابس قميص اسود حصر ولابس بنطرون سار دفتم هذا البنطرون هلقى الضيق شلون يلبسوه يخلو له دهين خلو له معجون طماطة ما هدري شي يخلون به شلون يصعد ها بالبريس ما هدري شون يصعد هي نزلة بس هرد نشوف شلون يقول قلت له تعال ابني تعال هو دكتور كاظم يقول قلت له ليش مخالف ازاي الجامعي قال على ابو عبد الله لا قلت له من هذا ابو عبد الله قال ابو عبد الله الحسين قال الله ابو عبد الله حسين قال لك شعرك يسوي منشك كوش مسوي معدل وكذا وابو عبد الله قال لك البس بنطرون حصر ولبس قميص خلو ابو عبد الله بسبق حسين تشبث بي بعد والله اهل البيض غرباء على كل حال نحتاج إلى مراجعة حقيقية قراءة من جديد نحتاج إلى نقد انتقد نفسك كن جري لا تقول أخطائك للآخرين كن جري انتقد نفسك ورح تحاول ان شاء الله تكون واقعا جديدا الإنسان دائما لا يعيش الماضي يستفيد من أخطاء الماضي الآن انت موجود بعد لحظة يمكن ما موجود ما ندري بعد لحظة ما موجود يمكن بعد دقاق ما موجود عندك أمل كبير كلش لذلك نحاول أن نبني أنفسنا وأن لا نبرر لأعمالنا وأن نوجد واقعا جديدا دعواتي لكم بالخير والعافية والسعادة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته جموس العلوم لنا ساطعا وآفاق فكر لنا نافعا ومن برهد يسوه الهدى يفيد دروسا من الجامعة يفيد دروسا من الجامعة من الجامعة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر